أشهد رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي ببطولات الجيش الوطني وبسالة المقاومة الشعبية وابناء مأرب في مواجهة الخطر الإمامي والكهنوتي والمشروع الفارسي في اليمن وشدد خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب على رص الصفوف لمواجهة قوى التمرد التي تهدد الهوية اليمنية والنظام الجمهوري وحيا رئيس الجمهورية التضحيات التي يقدمها الأبطال في المؤسسة العسكرية والأمنية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات والوقوف بثبات وبسالة في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرمة أبناء اليمن وثمن رئيس الجمهورية مساندة دول التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودوره الفاعل في تحقيق الانتصارات وكسر هجمات الميليشيا الانقلابية